اعلان اذرع الانقلاب الاعلامي وصول عدد المشاركين في انتخابات الرئاسة المزعومة الى 25 مليون ناخب اثار سخرية وتكذيبا واسعا فهذا الرقم يعني ناخبا واحدا كل سبعين ثانية تقريبا في الوقت الذي بدت فيه اغلب اللجان فارغة طوال ايام الاقتراع الاحتفاء الرسمي بالصحف والمواقع والقنوات المؤيدة للانقلاب قابله جفاء وحجب ومطاردة ليس فقط للصحفين المعارضين للحكم العسكري فتصدر عنوان مثل الدولة تحشد الناخبين في اخر ايام الانتخابات لصحيفة المصر اليوم عشية ثالث ايام الانتخابات الرئاسية اثار حالة واسعة من الهجوم على الصحيفة امتدت لتقديم شكوا للمجلس الاعلى للإعلام وبلاغ الى النائب العام ومن نافلة القول ان باقي المواقع والصفحات المهنية التي تعد محايدة كانت تحت مرمى السهام المباشرة لهجوم مؤيد العسكر وكان اخرها موقع المنصة الالكترونية بسبب تغطيته للانتخابات الرئاسية التي فضح فيها الاخبار المكذوبة عن زيارة وفد من الكونجرس الامريكي لمراقبة الانتخابات في محافظة المنوفية وعلى وقع الانتخابات واستباقا لها تصاعدت وطيرة حجب المواقع الإخبارية السياسية منها وحتى الكوميدية بشكل غير مسبوق رصده تقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير بحجب 31 موقعا جديدا خلال الفترة من السابع من ديسمبر حتى نهاية يناير الماضية ليصل عدد المواقع المحجوبة منذ استيلاء السيسي على كرسي الرئاسة إلى أكثر من 465 موقعا ألكترونيا دوليا كانت الصورة مختلفة تماما فقد نشرت صحيفة The Times البريطانية تقريرا لمراسلتها بيلترو التي تم ترحيلها من القاهرة أكدت فيه أن اليوم الأخير من التصوير في الانتخابات المصرية شهد استخدام السلطات أسلوب التهديد على نطاق واسع وعرض الرشاوة في مواجهة الإحجام الشعبي عن المشاركة إذن انتخابات رئاسية مزعومة نقلتها صفحات ومواقع وقنوات تدار من داخل أجهزة الاستخبارات فيما فضحتها الصحافة الحرة والدولية وكشفت إلى أي مدن يمكن أن تصل قبضة الحكم العسكرية في تكميم الأفواه وحجب الحقائق